مدينة خانيونس 22 شهيدا وأيضا هناك 60 إصابة وصلت إلى مجمع ناصر الطبي عدد كبير من الإصابات هي إصابات خطيرة فيما لا تزال عمليات القصف الإسرائيلي متواصلة على مناطق مختلفة من خانيونس وتحديدا كان قبل قليل عمليات قصف لأراضي زراعية في مدينة غزة على وجه التحديد كانت هناك عمليات قصف عنيفة لعدد من منازل المواطنين بالإضافة إلى استداف مدرسة تأوي نازحين هذه المدرسة التي تقع في منطقة حي الزيتون بحسب المصادر الطبية هناك أكثر من 20 شهيدا وعدد كبير العشرات من الإصابات في هذه المدرسة مدرسة الفلاح بالإضافة إلى قيام الطائرات الحربية بالستداف عدد من منازل المواطنين لعالي الدغمش وبحصيرة في منطقة حي الصبر أيضا أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحة بالإضافة إلى أن الدبابات الإسرائيلية التي كانت تحاصر المستشفى المعمداني تقدمت عشرات الأمطار باتجاه الجامع العمري بحسب ما يوفدنا بأن الدبابات وصلت إلى الجامع العمري وهي الطريق المؤدية شرقا إلى منطقة الشجاعية وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد ألقت منشورات على منطقة الشجاعية بضرورة إخلاء المواطنين بضرورة إخلاء منازلهم والتوجه جنوبا إلى جنوب قطاع غزة ووسط قطاع غزة بمنطقة جنوب الوادي ثم أغارت الطائرات الإسرائيلية على منزل في منطقة عسقولة وهي المنطقة الجنوبية من مستشفى المعمداني هذا القصف أدى أيضا إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحة ثم أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على منطقة جبالية تحديدا في شارع النزهة في جبالية وهذا القصف أيضا إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحة الغارة أيضا في وسط منطقة النصيرات وسط قطاع غزة كان هناك غارة إسرائيلية على مربع سكني حتى اللحظة أكثر من 30 شهيدا وعدد كبير من المواطنين لا زالوا تحت أنقاذ هذا المربع الذي دمرته الطائرات الحربية الإسرائيلية أيضا بحسب المصادر الطبية تقول أن هناك 200 جريح هم معرضون للموت لأن هؤلاء الجرحى بحاجة ماسة إلى إجراء عمليات جراحية وهذا ليس بالإمكان الآن إجراء عمليات جراحية لهؤلاء الجرحى وبالتالي هم معرضون للموت نتيجة المضاعفات الإصابة خاصة وأن جزء كبير من هذه الإصابات هي أصابات خطرة هناك بتر في الأطراف السفلية والعلوية وبالتالي يخشى أن يتعرض هؤلاء المصابين إلى حالة من الموت بالإضافة إلى أن وكما قال الدكتور محمد أبو سلمية رئيس مجمع الشفاء الطبي عندما قال أن كل المصابين الذين يعانون من إصابات أو هم بحاجة إلى عمليات جراحية والذين وصلوا إلى المستشفى الأندونيسي اليوم هم معرضون للموت لأن مستشفى الأندونيسي غير قادر على إجراء مثل هذه العمليات الجراحية وهو بسبب قلة الإمكانات وأن كل الإصابات التي كانت تصل إلى يعني تقع في شمال قطاع غزة في مدينة غزة شرقها جنوبها غربها العمليات الجراحية تتم في مجمع الشفاء الطبي وأصبح مجمع الشفاء الطبي والمستشفى المعمداني هم تحت الحصار الإسرائيلي وحصار الدبابات الإسرائيلية بالإضافة إلى تدمير معدات الطبية اللازمة لإجراء العمليات وإجراء الصور المقطعية للجرحة هي تدمرت بصورة كبيرة وأصبح المجمع الطبي الأكبر في قطاع غزة خارج الخدمة ولا يستطيع تقديم الخدمات للجرحة أيضا جنوبا في رفح لازالة الغارات الإسرائيلية متواصلة هناك كان عملية قصف لمنزل لعالة الأخرس في مخيم الشابورة المصادر الطبية تحدثت عن ثلاثة إصابات بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحة فيما لا تزال المدفعية الإسرائيلية تقصف أجزاء مختلفة من المناطق الشرقية لرفح وأيضا لمحافظة خانيونس في ظل تصعيد إسرائيلي كبير المستشفيات في مدينة خانيونس تحديدة مجمع الناصر الطبي هي بانتظار عدد من الشاحنات التي من الممكن أن تصل اليوم أو يوم غد من أجل حمل كمية من السلار والمحروقات بعد تمكن مصر من إدخال ست شاحنات أو الموافقة على إدخال ست شاحنات وأيضا حديث الجيش الإسرائيلي أنه سيدخل شاحنتين يوميا من السلار إلى محافظات ووسط جنوب قطع غزة وبذلك تحرم مدينة غزة وشمالها من أي مساعدات طبية أو غاثية أو حتى قطرة ماء واحدة أو قطرة سلار للمستشفيات التي ترزح الآن تحت حصار مشدد من قبل السلطات الإسرائيلية وقوات الاحتلال الإسرائيلية منذ حوالي أسبوعين حتى هذه اللحظة مما فاقم من تدهور الأوضاع الصحية بالإضافة إلى ارتفاع أعداد الشهداء حتى اللحظة لا زال القصب في مدينة غزة مستمر ولا زال عدد كبير من الشهداء والمواطنين ملقون في الشوارع وعلى قارعة الطرق بالإضافة إلى عدد من الإصابات التي لا زالت تحت أنقاض المنازل التي تدمرها الطائرات الحربية الإسرائيلية في أكثر من مكان تل الهوى حي الزيتون حي الصبرى الشيخ ردوان وأيضا حي الرمال وحي النصر الذي أيضا تدور به اشتباكات عنيفة بين المقاتلين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة الدبابات الإسرائيلية على ما يبدو تحاول أن تتقدم باتجاه منطقة الشجاعية خاصة بعد التحذيرات التي أطلقتها القوات الإسرائيلية بدرورة إخلاء حي الشجاعية من المواطنين وهذه التحذيرات أيضا تنطبق على منطقة القرارة خزاعة عبسان الكبيرة وعبسان الصغيرة بالإضافة إلى منطقة الفخاري والتي طلبتها إسرائيل قبل يومين بدرورة إخلاء هذه المنازل وإخلاء هذه المنطقة ربما يكون هناك عمليات توغل للدبابات الإسرائيلية في تلك المناطق وبالتالي تكون القوات الإسرائيلية تحاول أن تنفذ عمليات اجتياح من الحدود الشرقية بأكملها لقطاع غزة بالإضافة إلى الاجتياح ذي جاء من منطقة الغرب في مدينة غزة وبذلك يكون قد أطبقت القوات الإسرائيلية على مدينة غزة من الناحية الشرقية والغربية بالإضافة إلى الحديث عن إمكانية اقتحام مدينة خان يونس والتي تحدثت عنها السلطات الإسرائيلية أكثر من مرة خلال الأيام الماضية بأنها سوف تنفذ عمليات عسكرية في مناطق شرق خان يونس شكرا لك إبراهيم قنا المرسل الغد كنت معنا من خان يونس